السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد عن السمك البلتي في الفرد هنعمله بتدبيلة مميزة وحشوة جبارة جربوا الطريقة دي وانسوا انكم تقلوا او تشووا السمك تاني سواء بلتي سواء بوري في منتهى الجمال وهنعمل مع بعض رز الصيادية او الرز بالبصل برضو بخلطة جديدة ونقدم معاه طبعا صلطة التحينة او صلطة الخضرة يلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة هنعملها مع بعض ازاي اول حاجة لما باجي اجيب السمك بجيبه يكون متماسك الظهر بتاعه كده جامد تحط ايديك كده بصوا ما تغرس عشان لحمه جامد عينتكم بتلمع بنضفه بخلي قلبه من جوا زي الفل اهو كده كده انا بجيبه منضف من عند الراجل بس طبعا بعيد عليه التنظيف وبتشتف وبتساب لما يتصفى خالص في المصف هنعمل مع بعض التدبيلة ربع كوباية زيت معلقة صغيرة من الملح معلقة كبيرة من التوم المفروم فلفل كصبرة كمون بابريكا نص معلقة صغيرة معايا معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من المسترد انا حطيت كده الزيت والملح والتوم المفروم اهو وانا بسيب لكم المقادير في صندوق الوصف اسفل الفيديو بقلب كده الزيت والملح والتوم وبنزل بالفلفل والكمون والكصبرة والبابريكا ولو عايزة تحطي شطة اه تحطي معلقة صغيرة من الشطة او حسب ما انت عايزاها بحطي كده بقى معلقة من المسترد طبعا المسترد دي مع السمك بتبقى طعمها حلو قوي المسترد بتمشي كويس جدا مع السمك وبعدين عندي معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من عصير اللمون هخلط بقى كده كويس جدا كده التدبيلة بتاعتي خلصت ابتدي احضر الحشوة الحشوة انا عاملها من خضار حلو قوي ومغزي بجيب بولة كده وبنزل بالفلفل الاخضر والفلفل الاصفر عنديك فلفل اخضر بس اي نوع فلفل موجود ولو عايزة تحطي فلفل ملحامي حطي طمط ميتين انا مقطعام مربعات من غير مية معلقتين كبار او تلاتة من الجزر المفروم ومعايا بصلتين متوسطتين مقطعام مربعات ومعايا كزبرة وشبت الكزبرة والشبت مع السمك بيبقوا حلوين قوي او لو عايزة كرفس ممكن وبطعمه بالملح والفلفل الاسود وممكن تحطي معلقة من التدبيلة اللي احنا عملناها الاول على الخضار ده بحط معلقة لمون وقال لي بيبقى انا عملت التدبيلة وعملت الخلطة بكون محضارة عندي صنية مغلفاها بالفويل وحطالها ورق الزبدة عشان ما حطش السمك على الفويل معندي كيش الفويل بتدهين الصنية زيت وتنزلي عليه بالبصل الحلقات كل ما تكطري البصل بيبقى طعمه حلو قوي قوي وبتاكل قبل السمك وبنزل بالجزر الحلقات مع الفلفل الاخضر وممكن تحطي بطاطس حلقات رفيع عشان تلحط السوي مع السمك وبتتبليها بالملح والفلفل بتقليبهم كويس قوي كده ويلا نشوفها نتبلي السمك ونحشيه ازاي السمكة قبل ما تتبليها بتجيبه اللي هي المناديل بتاعت اللي بنقلي عليها البطاطس دي وتنشف السمكة حلوة قوي طول ما السمكة نشفة ما فيهاش مية بتشرب من التدبيلة بسرعة لان المية طبعا ما بتخليش التدبيلة تتوغل في السمك كده انا بتبلي السمكة طبعا بالمعلقة بس انا مش باقتنع بالمعلقة في التدبيلة هتبليها كده بايداية كده في الفتحات اللي انا عاملاها الفتحات دي طبعا بتدي تطعيمة حلوة قوي اللحم السمك بيشرب منها ميبقاش اللحم عادم كده مفوش ملح وابتدي قدني السمكة بره وجوه كده وبعد كده هحط الحشوة اللي انا عاملاها يبقى انا عندي تدبيل او عندي حشوة الحشوة دي لما بيطلع السمك بعد ما بيستوي بتحطيه على الرز بتاكل منه بيبقى حلو قوي ابتدي رسي السمكة كده عامل معاك واحدة تاني طبعا من الشفة السمك زي ما اتفقنا بالمناديل وابتدي احط التدبيلة في الفتحات بتاعت السمك وجوه السمكة وبره كده اتدبيلها حلو قوي وبعد كده هحط الحشوة كده هكمل السمك وارجع لكم كده انا خلصت السمك هنزل عليه بالزيت بيساعد على السوى وبيديله اللون الدهبي في الفرن حلو قوي ولو عندك بخاخة زيت بيكون افضل وانا قبل ما ابتدي في السمك مولع الفرن على 220 درجة رف اوسط ساعة لعشر دقايق ولو ما خدش اللون بكمل العشر دقايق تحت الشوة هنعمل الرز مع بعض طبعا احنا اتفقنا ان الزيت لما يتحط على النار بكون مسخنة الحلة الاول مش الزيت عشان ما ياخدش اطول وقت على النار كده نزلت بالزيت والحلة سخنة هبتدي انزل بالبصل بصلتين كبار مقطعا ومربعات كده او حسب كمية الرز حطي كمية البصل بقلب كده لحد ما اللون يديني اللون البني مش اللون الاسود ما تحرقيش البصلة بتبقى بني غامق وهنشوفها دلوقتي عشان ما تقولش عليك الفيديو بعد ما خدت اللون اللي انا عايزاه اهو ادي اللون اهو جميل جدا بنزل بالبصل بنزل بالرز اللي انا غسلية ومصفية حلوة قوي وكل كباية رز مصري بتاخد كباية وربع من المية ده جنزبيل وقرفة وعدين قرنفل جربوا الجنزبيل والقرفة والقرنفل القرنفل بيخلي ريحة الرز وبيستوي حلوة قوي في بيحط القرنفل ده مطحون انا بحب بحطه صحيح مش بحبه مفروم مطحون كده معلقتين كبار الجزر مفروم ده اختياري ومعايا معلقة ومعلقتين كزبارة خضرة برضو اختياري بقى الجزر والكزبارة اختياري بس جربيه بيخلي الرز مسكر وبيبقى طعمه حلوة وفي نفس الوقت مغزي ومفيد الملش حسب كمية الرز اللي عندك اقلب كويس اهو طبعا الجزر والكزبارة مع الرز بتدي لون حلو قوي للرز بنزب بالمية المغلية اي رز بتعمليه يفضل تحط المية المغلية وقلبها كده كويس عشان ما فيش حاجة تكون لزقة في الحلة واغطي عليها واول ما يتشرب اوطي وهنشوفه بعد ما تشرب المية الرز بعد ما تشرب اهو والسمك في الفرن قعد بتاع حوالي ساعة لتل ساعة لعشر دقايق ولسه هسيبه بقى تحت الشواكة كمان عشر دقايق كده بعد ما طلع من الفرن شكله في منتقى الجمال ما شاء الله لقوة الا بالله ما فيش نقطة زيت وجميل ومتماسك كده السمكة متماسكة وحلو قوي غير الالي والله والشوي خالص ودي الرز اللي عملنا بالكزبرة والجزر تعموا ريحته حلوة قوي ونعمل مع صلة التحينة او صلة خضرة جربوا الطريقة دي وادعوا لي دعوة حلوة اتمنى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك وانا بكلمكم كده اضغطوا لايك وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يرسلكم فيديو كل فيديو جديد اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته